ازايكم عاملين ايه يا ربكم؟ بخير وفي احسن حال نهاردة جايلكو فيديو جديد ان شاء الله كتا يا رب ينقول اعجابكم تنسوش اللايك احلى اخوات في الدنيا ويفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا احلى اشعار من قناتي طبعا الكومنت اللي بيسعد قلبي ربنا يسعد قلبي يا رب ويلا شايروا فيديو كده لاصدقائكو عشان القناة يكبر لو انت جديدة معايا كده يا ست الكل يلا خدي جولة في الكنوة لو عجبتك فضلا وليس امرا يلا عملي معنا احلى اشتراك بص الروتين كده من اعمق وقلبي ابو زيزو وصل يا جدعين وقلت يا شاهياته النهاردة حطوا لايك جميع حبوكو حبوكو اهم حاجة تختمها حبوكو بصوا انا النهاردة اياتها الناس اياتها الشعب اياتها المواطن انا النهاردة لقيت عندي كنز فبصوا بقى قلت شاهياته الدنيا كده النهاردة عندي باني من ابو 150 جنيه بتفاهمين الباني دلوقتي وصل ل200 جنيه ويه فالنهاردة كان عندي كنز قلت بقوم يا بيت قوم يا بيت تجد شاهياته كده ودلعي الدنيا عمل بقى فيديو حلو معاكو كده ان شاء الله هيعجبكم وكمان بقى في اخر الفيديو عملت معاكو كده حاجة حلوة بصوا بص شوف وفا بتعمليه فقلت بقى يلا كده لو اني عايزة امسك الشقة واضبها معاكو بس قلت خليها يوم تاني ان شاء الله طبعا كنت جايبة معاكو ورق عينب ومش عارفة ايه وعندي بقى بنيه طبعا يا جماعة الاسعار اللي انا بقولها لكو ديت من الشهر اللي فات يعني البنيه انا كنت جايبة الشهر اللي فات ب150 جنيه عشان كده اقول لكو انا عندي كنز النهاردة فطبعا وسل كام وسل المتين اللي انا سمعت وسل المتين وعشرين ما عرفش بقى فربنا يلطف فينا يا رب عشان تعرفوا بصوا انا عندي شوية حاجات كده كنز في الديفريزر فعمل اقول لهم بالله عليكم وتخلصوا اوه وتخلصوا فيلا بقى ايه نبتدي الروتين كده مع بعض حتطلوكم مقاطع بسيطة من قلب الحدث انا بقى ايه مسكت كده بتنجاني يا رومي هبتجي عمل بقى معاكم الفطار بصوا انا مشاهيصاكم اليومين دولت في الفيديوهات من اول الفيديوهات لحد العشان عمليه تاني عمليه تاني فيديوهات عجبكو ولا مش عجبكو قلولي فقلت بقى بتجي عمل معاكم كده الفطار طبعا كان جوزي بقى غايب كده بقى اليومين ربنا يخليه لينا يا رب فرجع بقى كده قلت لأ زبطش يا بيت الدنيا كده ايه بصي قوم قوم يورينه امكانياتك قلت بقى هعمل كده الفطار معيكم وبعد كده هنعمل غدا وهنعمل عشا وبصوا هنعمل كل حاجة حلو هنا بقى ايه مسكت الطعمية انتو عارفين اختوك بقى تحب تعمل كده الطعمية ايه اضرابي كده بضاية وقطع شوية طماطم حط شوية طلوس برا نشفة والضرابي كده ايوة كده قلت بقى اعمل فطار كده محترم بقى بقى لي كم يوم بلطاجة بعمل فطار مش قد كده ففي فيديوهات على فكرة بتبقى يعني متسجلة لكم بقى الهيام عشان ساعة اقول لكم ايه انا مبرح ما عملتش كده معيكم فبقى مثلا الفيديو متسجل بقى له يومين ولا حاجة او مثلا عاملة خاص والكلام ده كله هنا مسكت الخيارية ديت اللي عاملة زي اللي مش عارفة ايه دي كلها مهم بساعة اجيب الخيار كده تحسي عامل زي التقاوي وساعة الخيار تحسي عامل زي البتاع دي اه هنا بقى ايه حمرت البتنجان خلته كده جميل كده واللهم صلى على النبي يا رب قلت بقى بتدي اعمل الطعمية معيكم كده تزبط كده تعارفين بقى اختكم لما بتقوم كده توضى بالفطار معيكم بيبقى مزاجعة حلوة كده جدعين حطوا اللايك حطوا اللايك يا ايه حطوا اللايك يا ايه كوك حطوا يا جماعة جماعة البتحة الساعة مصدوة مش عارفة ليه المهم هنا قلت بقى ايه يا جيب كده انت مصدعة يروح قلبي ليه يروحي مصدعة من مين مين مزعلك لش جماعة محتاجة في نجال قهوة صح انت عاملة زي يومي وامي كما تكون عندها الزعبة ما محتاجة في نجال قهوة صح يا جماعة شافة بنت ملحة بيطولي يا امي ملحة يا امي إيه اللي جرى لها بحبها لما بتقول لي ايه يا امي بتقول لي يا امي ولا بتقول لي ايه ياما ياما جميلة ياما انت خايفة مني ولا ياما 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 خلاص كده حطرنا الفطار بتاعنا الجميل تعالوا بقى ايه بعد تجيبت شوية حاجات كده من السوق بصوا الاسعار رايحة في دهيا البيتنجان اللي كان بخمسة جنيه بقى بخمستاشر جنيه البيتنجان الرومي تفضله تفضله يا جدعاني اعمل ايه الكوسة بخمستاشر جنيه طوله شو ما مسعارين الاسعار كلها واحدة الفلفل الرومي مش فاكرة بكام الجزر مش فاكرة بكام هنا بصوا الكيس دوت كان قلت اشالها كده في الفريزن اليوم تاني لاني طبعا انا كنت هعملها النهاردة بس هما طلبوا مني حاجة حلوة تانية عاملها معاكم في اخر الفيديو اكيد انتم شفته كده المقطع كده في اول الفيديو تمام تمام هنا بقى كان المسحوق بتاعي خلاص فقلت بقى فضي ايه مسحوق تاني الناس اللي بتسألني وفا بتستخدم مسحوق ايه ليدر ليدر تحفة 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 معرفش الناس اللي بتقول لما بينظفش قوي لو والله يا جماعة بينظف والتو عارفين ان الغسلة بتاعتي تعبانة تعبانة كده راحة في نصيبة كده مع نفسها تروح ويجي غيرها إن شاء الله فبصوا هو ده اللي جاب معي نتيجة والله جربت حاجات كتير وسيروا برضك حلوي يعني بدلا ما اجيب مثلا اريل هيبقى غالي علي او مش اجدب عليكو يعني اقول لكم الصراحة فبطلش اخلالي كوكا بالكيس ده عشان الصوت فده سيره حلو ساعته انا بجيب الحاجات بتاعة الشهر بيبقى عليه عرضه وكده فبجيب تلاتة جيب اربعة كيلو بيقضوا معي الشهر ايه كله فجميل والله ورحت حلوة كده في الغسيل كده كده انا اصلا بشطف اخر حاجة ببتاع دوات اللي هو المعتر بتاع الاكمشة هنا بقى انا بشيل بقية الفطار كده اللي عايز تفضى بفضيه واللي عايز تحطي في الحوضة اخسله هخسله كده يعني بس اول حاجة زي منتوا شفتوا كده انا رحت ايه حطيت الغسيل في الغسيلة عشان اخلص منه يعني قلت بقى ايه يعني كده عندي دورتين يعني اسمتهم لدورتين هناك بقى الرخامة اللي هناك ديت انا كونت عليها كل الحاجة اللي انا هشتغل فيها النهاردة اه وفضيت الرخامة دي كلها كده عشان اصبينها مطرح ما عملت ايه الفطار عشان هعمل عليها الغداء اه جيتها شغل اللي هي البخخة بتاعتي ما عارفش لقيتها مالها فقلت خلصها بقى وريها كده الجوز يشوفها فرجنتها على جنبي يعني هنا بقى الطصة بتاعتي انا طالما اه عملت الفطار فيها تلاقوني خلص انا اضفها صفيت كده الزيت وخدتها ايه انا اضفها هنا ما تدقوش على انا بعملو انا وهزر انا وكوكا كانت كن ده وقفة قدامي وعمل نتحك انا وهي اخواتها نزله وباباها نزل شوية وراجع فتبقى عادة زعلانة يعني وتعيط فعملها ايه اه اتكلم معيها وهزر معيها عشان ايه يعني بتزهق لما بتعود لوحدها كانت عمالت عاية تقول لي الزيت مشي وهنا مشيت فقلت له هاتي الكرسي كده وقعدت عادة شهيصها كده وضحكها بقى ما انتوا عارفيني بقى فارفوشا ونعنوش قلت زعلانة انا مالك يا اختي قلت زعلانة الجبعة وكانت زعلانة يا جبعة háه háه hous هه حي ليش يا اختي ما تزعلش على غالة أبدا تزعلش على غالة أبدا يا جيناية اه زياد نزل وهنا نزلت فتوعد هي بقى زعلانة بقى تامن نزل وتامن نزل اه فعدنا نوهية كده ووشينا في بوص بعضنا احنا الاتنين فحتى ضحكها بصوا خليتها ما بطلتش دحك بعد كده نرسيت بقى المهمة بقى ايه اللهم هصلى على النبي يا رب كان عندي شوية المواعين المحترمين دول نصرعت لكم المقطع ده عشان ما تميلوش بس كان لازم أوريكم مواعين الجميل بتعارفيني المواعين ما بتخلص هنا بسه صبنت المواعين كلها وبعد كده طبعا انا قلت ايه مش هينفع اشتغل في الحاجة بتاعة الغداء الا لما خلصت الحبشتكنات ديت عشان احس براحة نفسية كالعادة يعني انتو عارفيني بقى لازمان كده وانت شغالة حضل المطبخ عندك يبقى نظيف وتمام ومية مية عشان تعملي حكتك كده من نظافة وميحطش اللايك حطش اللايك انا شايفك هعضك من ايديك لما عطيش اللايك انت حر انت حر انت بتعرفنيش عنا هتلاقيني بعملك كده زي ما بقولك كده هنا بقى ايه جبت بسلطين كده حلوين وروح تقيم خرطوهم عشان هعمل تسبيكة المحش اختك عملت محش النهار ده انا عايزة غروطة انا طبعا كنت جايبة معاك وراء عينب اللي هو البطرمانوت ده يا لهوي جميل الكلمة جميل شوية والله زيبكم بقى من الكياس اللي احنا كنا بنجيبها دي وساعتنا لقى مقصرة ولا البطرمان ده غالي شوية مش هقولوكو لا بس جميل حطيت طبعا بقى البصل على النار كده وحطيت شوية زيت كده وسبته ايه عايزة بس ايه اللون بتاعه كده ايه يدبل بس شوية مش اكتر هنا قطعت فيلف الرومي كده واحدة اصفريكة واحدة احمريكة وناخدهم بقى نعمل بيها التسبيكة الله مقطع غنية انما ايه كان عندي كيسة طماطم ده بس طبعا ده مش هيكف انا جايبة طماطم تام فقلت برضا قضربهم قلتها ايه انا همسكهم كلهم كده سبقهم عشان يعني هزود كده كيس يكون جاهز كده لما يكون مثلا هعمل هعمل بتاع دوت مقارونا كده بشوية طماطم تكون جاهزة يعني التسبيكة يعني عملت للمحشي وكمان زودت كده ايه كيس كده شلته في الفريزر للبتاع ده للمقارونا بالمرة يعني هنا بقى قلت اخسل كده بقيت الطماطم كلها عشان اكملها بقى كده ايه حطها تتسبيك انا جبت اتنين كيلو اه على الكيلو لربع اللي كان في الكيس ده كان فيها يعني حوالي كيلو لربع كده تقدريا كده جدعين انتوا جدعين صح صح شوية حطوا اللاي هنا بعد الطماطم كلها ونزلها كده بالتدريك ايه ورا بعد مش عافية الطماطم حاسها صفرة صح؟ ولا لأ رغم ان انا والله انا بقى اتحكت حمرة غريبة او مش عارفة ممكن القلبة من جوه كده اه هنا بقى حطيت كده كل التواب اللي بحط في الفل اسود بحط بهرات كمون كل الحبشتكنات اللي عندك بس ما بحبش يعني البابريكا دي حطها في كل حية مش عارفة قلتلكو اخطوكو على قديمه كده يعني بحب الحاجات الاساسية اللي احنا عارفنا من زمين بقى يسيبكو من كل الموضة اللي طالعة دي هنا بقى ايه حطيت البتاع دوات المعطر للدورة عشان كانت خالص ايه بتشطف اه مسكت هنا بقى بصلاية وروحت مخرطها كده عجي عيدل وروحت مخرطها كده عشان خرطها ايه بشرتها رحت مبشرتها كده وروحت حطيت علبة لبن كده صغيرة او كوباية لبن يعني عمتها ملح بقى فلفل اسود كده جيها وهريها كده ايوة كده ان قلت بدل محط بيد لما لقيتش عندي بيد اسيسا فقلت خلاص ايه كده كده باللبن بتبقى جميلة قوي بتبقى احلى من البيض والله دبلت كده البنية البنية دوت طبعا انا ايه ايه غسلة معاكم فرزة طبعا بقولكو البنية ده من الشهر اللي فات ابو 150 جنيه شلي تاني دلوقتي ده شفت اخطوكو كان عندها كنز بصوا بعد دوت بطرمان الورق العنم اللي انا كنت جايبا معاكم بصوا ما شاء الله كده بصوا يعني كل حبة كده عمدينهم كده ولفينهم كده رول جميل اوي هبوكو يا جماعة هايزهقوا منك كده كل شيء تقولهم بحبوكو يا جماعة انت جميلة انا بهزر واتزعلي انت زالت ايه اقافل التسجيل اوي تزعلي انت جميلة هنا بقى ايه استاني لا انا بهزر مش هقفله اه طبعا خدت ورق العينة بعملت ايه انا بس ديته شطفة كده تحت الايه الحنفية ورجعته تاني في المصفى يتصفى عشان هشتغل فيه على طول طبعا هو جاهز يعني ان انا اشتغل فيه على طول اه هنا جبت فلفل رومي وطبعا كنت جايبة كوسة عشان كوكا يعني الكوسة دي جايبة مخصوصة عشان كوكا كده حلوة يا كوكا اه طيب يا اختي امها بقى بتجميلها يجميع معلش مين يجميل العروسة مين يجميل العروسة هنا بقى ايه نضفت الفلفل رومي ورحت بقى جايبة الكوسة برضك قلت هنضفها عايزة اقول لكم اني انا زي ما قلبي حس حصل والله العظيم مش انا قلت لكم المقوار اللي انا جايبة الجديد ده انا شك فيه انه هو مش هيريحني طويل طول غريب كده وانا قلت يمكن متهيق لي فالمهم النهار ده ايه جبته كده وقلت هجربه بسو بجد بجد لأ اللي هو اللي ستالس ده اللي هو اللي عندي القديم احسن منه ده كنت مقور ببالعافية مش عارف ادايا مش ماشية فيه يعني معافش بعشان جديد ولا لسه مش واخد عليه انا اجرب مرتين تاني نجراش حاجة احنا ورانا حاجة المهم ان نضافت الكوسة كده ما خدتش وقت مني والله وانا وقفة كده هنا باشيلي الحاجات اللي كانت في الحوض عشان نخسل حاجتنا كده على نضافة وكملي معي الفيديو لسه هنعمل بدون نتسمع بعض بسه وانا شهيستهم يا بوسي كان لازمة النهار ده اثبت وجودي ماما نعم حاضر طب نكمل الفيديو طب يا كوكا خلصت بقى استنى نكمل الفيديو ونخرج مع بعض هنا بقى التسبكة كانت تسبكت بقى مش هالله كده وجميلة اهو تمام كده خدت بقى على قد ما خدت وقلت الباقي هشيله في الفريزر قلت بسته ده كده والباقي بقى هشيله في كيس كده في الفريزر هنا حسيت ان هي محتاجة شوية كده صغر نونين كده يلا ان شاء الله معنا حد حاوش الباقي ده بقى عمل بيه مكرونة كده طبعا اه انا حطي الطوابل وكل حاجة على التسبكة بس برجع تاني حط لها كده لما باجي ايه اه ازبط بقى الخلطة كده على الحشو كده زي ما انتم شايفين هنا بقى كان عندي شوية نعنيعة روحت ايه نفضيهم كده اهو تمام كده ناخد البطرمان نخسله بقى احنا كده كده نفضيهم هنا الخضرة بتاعتنا الجميلة اللي بصوا لسه بخضرها انا اصلا نسيت ان انا طلع الخضرة فبصوا لسه متلجة شوية بس على طول يعني التسبكة سخنة ففكتها بقى خلاص كده زبطت الخلطة بتاعتنا المحترمة ديت وهنا قلت اول حاجة كده هعملها همسك الحو همسك الحوسة همسك الكوسة كده حشيها وهمسك الفلفل ياهو كنده لو خدت بالها كده ما بطلتش يضحك مش هقطح انا يخلها لكم عشان بصوا اتحكي ياختش اتحكي ياختش كده وشهيصي ونوري والدوم عليك الضحك خلصي من قلبه اختيك كده خلصنا بقى الكوسة كده الحمد لله وزبطناها هنا بقى جبت شوية الورق العنب بتوعنا عايز اقول لكم اقسم بالله شوية ورق عنب لوز لوز زي ما بقول لكم كده هو انا انسى لما جبت كسين ورق عينب ورامتهم والله ما انسى مرضتش اكرارها تاني يعني الكياس بتاعت الورق العنب دي اللي هي مجففة ديت لما بجيبها والله العظيم بسه تملا دم فبقى تنتهيش فافتكرت اللي هي البطرمانات ديت كانت امي بتجيبها على طول يعني امي ما تقدرش تسلق ولا تعمل فكرة على طول تجيب ايه البطرمانات ديت فافتكرت بقى وانا بشتري المشتريات روحت ايه لا ايه ما جيب زيها بطرمان بقى بقى مانا بتبقى غالية بس حلوة يعني حلوة جميلة تستاهل يعني هنا بقى الغسيل كان خلص انا طبعا جهزت المحش وكل حاجة وكنت بعمل كده شربة قلت عمل ما تغلي الشربة ايه اكون حطيت الغسيل ده انا هايزا لكم الفيديو ده انا عملا بيرح تمام فيا دوبك انا نشرتي من هنا مفيش يعني مفيس ساعة ولاقيت لكم المطرة اشتغلت على الغسيل ده والله لا انا قلبي حاسس انا رايح ابص اصلا وبقول ايه انا قلبي حاسس ان المطرة هتعمل او فعلا حصل شفته قال بدليل يا بداعين افش مية تشرب المية لا المطرة المطرة لان انا مضطرت احنا اصلا ايه الاول بنفتح البيب تمام انا رايح هشوف الغسيل وقالي بيفتحه البيب اشان بقول لما انا حاسها المطرة هتنطر لقينا قدامي الباب غرقين اشانتوا عارفين طبعا ان انا اخر دور فجد بيبقى شكل قدامي الباب على قد ما بيتبهدل تبقى فرحانة كده بشكل المطر كده وهنازل يعني هنا بقى خلصت الغسيل بتاعي وخلصت طبعا في الاخر انا حطيتم الشمع عليه من بعد ما ايه المطرة ديتها يعني بس المهم ايه خلصت كل حاجة ونقف في المطبخ كده يعني اول ما بخش فيه غسيل احطه في الغسيلة فيه معينة احطها في الحطش هنخسلها وبعد كده تلاقيني وقفت بقى بالتدريب كده خلصت كل الوراية وبقى خرجة بقى ايه بعد الغداء المطبخ زي الفل ومش محتاج اي حاجة يتعيم تعالوا بقى هنا ايه اللي كنت انا طبعا انا عملت شربة عشان ما كانش عندي شربة طبعا اه ماجي كده وطوابل وايه مش قادر اقولكو عالجميل اه لما بيكون عندي كيس شربة في الفريزر بطلعه يفك لكن ما كانش عندي نتصرف عانو قف عشانو قف هنا بقى ايه زبطت كده الحلة بتاعت الوراق العنب تمام وغطيها ويجيت هنا بص انا لقيت الحلتين مش هينفعوا كده جنب بعض لانك بغر فهنقلها يعني على العين التاني بس كده جيت هزها كده قلت لا هزة كمان هلاقيها في الارض وانا تعبنة فيها لا اهو طيب احسن رحت عدلتها حطيت بقى شوية كده اللهم بصلى على النبي يا ربي بتاع دوت بصمات شوية نشا لو مش هايزة طبعا تحطي نشا انت حرا انا عائلة بيحبوا البانينة يشف شوية يعني يحبوا كده شوية بهرات شوية فلفل شوية ملح خلاص على كده ندبل الباني بتاعنا الجميل ازا بتحطي شوية دقيق كمان تمام انا اختي قلت دقيق غالي فخلاص يا بيت اختصر اختصر يا سي بعملي بكيك محطيتش بيت بردك يعني انا اصلا كده كده البيض كان عندي خلص هبعت اجيب بيض يعني بس سبحان الله ان انا يعني كرطنطني البيض قاعدوا معايا المرة دي لحد دلوقتي يعني الحمد لله لسه خلصانين كده من عندي فهم على طول ما بيكملوش اصلا معايا الشهر يعني بس كده قاعدوا اكتر من كل مرة يعني حطيت بقى الباني كله كده في البصومات كده وزبطته انا بحب الاول احط كله كده وبعد كده اقلي بقى على مهلي خلص على كده والتي بقى احمروا وبتيجي احط الاكل معيكم بص طالع دهب كده وجميل كده وقاعدوا كنز عندي كنز النهاردة وانا هبطل النهاردة عندي بنيه بمية وخمسين مين عنده بنيه بمية وخمسين البنيه بره بمتين وعشرين والله بمتين وعشرين ديت انا سبعة من اسبوع انا اصلا معرفش بكام دلوقتي يعني خلص كده جهزتلهم الغداء اه يعتبر الغداء عارفين العشاء بتاعنا كان ايه كان الدونتس بقى وببس والكلام ده كله خلصت بقى ايه اللهم صلى على النبي يا رب الاكل بصوا هنا بوريكم الورق العناب جميل كده ولا فك ولا اي حاجة والله العظيم يستاهل تعالوا بقى نعمل الدونتس مع بعض بص هي عبارة عن كوبايتين دي تمام وهتحطي اللهم صلى على النبي يا رب اه كيس بتاع دوت كيس فانيليا وكيس خميرة ومعلقة سكر تمام ورشة ملح بضرب بقى المواد الجفة دي طبعا عاملة ايه كمية زادة شوية هحطي هنا بالطيل وهحطي معلقة زبدة تمام المي بقى العجينة مية دافية خلاص هي دي الدونتس بتاعتنا انا مزودة شوية يعني عاملة بدل كوبايتين دي انا عاملة اربعة عشان عيالي بيحبوها جدا تكون في التلاجة يعني بيعشقوها هما لو يطولوا كل ما تخلص اعمل كل ما تخلص اعمل هيعملوا كده فانا بكبر دماغي شوية يعني خلاص كده لمينا العجينة بتاعتنا بصوا عجينة نجحة كده وحلوة فطبعا بقى هما ايه بالليل كده سهروا فعمللنا حاجة يا ماما انا والله قلت ادخل عمل لهم ايه صانية كيكا في السريع وعلى طول كده وكوبايتين شاي بلبن زي ما بعمل ساني كوك فقالوا لي لا اعملنا الدونتس انا طبعا سبتها تخمر ساعة سبتها كده ترتح ساعة وبعد كده نزلتها على الرخيمة فردتها بقى كده لكن ده عايزة تخرج وعملت زي اللي شوية تقول لها ادخل عدميك كان نينيتني والله ممي بقى السمتاء زي ما انتو شايفين كده بص ما قد دونتس حسب ما انت تبقى عايزة مثلا القطعة كبيرة عن ما انا هعملها او اصغر من اللي هعملها براحتك يعني عن متى هنا بقى زي ما انتو شايفين كده السمتاء وعملتها بقى كور ومن بعد ما ارتحت كده ساعة معي كوكا بقى كانت بصوا فجنبك العيدة عايزة عجينة بصوا لو سمتها هنا كانت بتقول هي عملة تقول لك بص يا جماعة بتلف كده وتتعمل كده وعملة توريكو بيت عامل نفسها دكتورة زي امها بقى خلاص كده اه كورتها بقى كلها انا عملت كمية حلوة جدا بسم الله ما شاء الله كتير لان عيالي بياشقوها انا بصوا الحاجات دي تقول انا اكل منها كده تعطنين خلاص على كده ماليش في الحلو يعني تمام كده 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 احنا خرجين من الشتة تخنانين من غير حاجة طبعا بقى هغطيها كده بكيس وهسيبها كمان نص ساعة تمام اهو زي ما انتو شايفين كده هغطيها كده انا كده خلصتها كلها وهسيبها نص ساعة وهارجع لها تاني عايز اقول لكم ما شاء الله زادت بقى عن ما انتو شايفينها كده يعني اه هنا بقى كده شغلت كده النار وحطيت طصة حلوة كده تكون غويتها شوية طبعا ما برضوش ان انا اقلي بص بص الكمية بتاعتها زادت ازاي سوفو احنا كنا زيبينها عاملة ازاي زادت تاني اه ما برضوش ان انا اقلي مسلا في الحالة اللي انا عاملها طاصة عشان بتبقى مش مش باين شكلها فيها يعني يعني الزيت طبعا سيخن بقى كده معي وروحت حلطول نزلت كده في الطاصة بصوا بتاخد لونة على طول وتلاقيها عالية كده وقلبزت كده معي كده لان بتبقى هشة كده من جوة وايه سكوت عشان هنريقي جري هقوم اخد اتنين كده ولا حاجة ماليش نفس اتنين تلاتة كده عشان ماليش نفس يا جماعة اهو هلبتها كده على طول عملت بقى كمية معاكو كلها كمية حلوة يعني انا بعدا ما اعمل كوبايتين دي بعمل اربعة فبتقض معايا كده يومين ولا حاجة جميلة يعني جمب كوباية بيبسي اه بيتشرب كوباية شاي نوستكافي فين جال قهوة حاجة كده لذيذة يعني من الحاجات اللي العالم بيفرحوا بها جدا يعني خلصت بقى كمية بتاعتي كلها اهيه هنا جبت بطرمان الشوكولاتة اللي انا كنت جايبا معاكو اللي هو بندوق ده يطلع طعمه طحفة عن البطرمان الثاني الجردال الثاني انا كنت بجيبه معاكو لا ده احلى في الطعم كده احلى حطيت كده معلقتين كده تلاتة وبحط عليهم معلقتين زيت وبقلبهم كده حلو وبعد كده اللهم بصلى على النبي يا رب اهو هقلبها بقى كده تمام كده اي نوع شوكولاتة عندك يعني زي ما تحب يعني لو عايزة اصلا تحطي لها سكر تكون انتي طحنة عادي برضو بص هنا انا باكلها من غير الشوكولاتة خالص هشان انا باستدقلها او بالشوكولاتة يعني فوقفة باكل واحدة كده سخنة جميلة 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 مش محتاجة حاجة اصلا والله عندي بقى اللي هو القرمصيل ده فقلت بقى ايه هديهم شكل كده من على الوش كده عمل لهم حركات يعني نرش كده على الشوكولاتة يبقى شكلها حلو يعني اهو تمام كده بصوا الهيال بقى يقول لي غرقيها يا مم غرقيها شوكولاتة قال لهم حاضر انا الام الحنونة الصغنون بزمتكم بقى ايه رأيكم في الفيديو ده ايه رأيكم قول لي طبعا في الكومنتات كده وشجعيني الفيديو عجبك ولا لا هنا بقى كده ايه الحركات بقى ايه كده قبل الشوكولاتة ما تنشف كده تقوم يرش على طول كده ايه رشة جريئة شكلها بقى حلو كده وتفتح النفس انا كنت فرحانة بشكلها اصلا قالت زي الاطفول صوت يغلق بص من كتر الكلام صوت يغلق والله خلص كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا رب الفيديو اكون عجبكم استنيوا اللايك والكومنت الحلوة بتاعكم وتقولوا لي ايه رأيكم طبعا في الفيديو شايفيني الحركات يا حركات يا كابت يا وفيه وقولكوا بقى السلامة واستنظروا ان شاء الله مني فيديو جديد مع السلامة اشتركوا من المثل strategicara واستطىteilوا ان شاء الله من المثل macro ،korنا ما نقيو يا اشعر